كمان الرئيس الكوري الجنوبي مونجيان قال خلال المؤتمر الصحفي أن مصر هي مصدر للحضارة ودولة مركزية في الشرق الأوسط وقال كمان سنتعاون مع مصر بشكل فعال لجمع إرادة المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ شكرا 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 يسيدني أتقدم بإخالة الشكر وتقدير رسائة الرئيسي أبن فتا السيسي وشعب المصري على تركيب الحارب ووفد البلد تقتصب هذه الزيارة مانا خاصا لأنها أول جولة إلى إفريقيا وأول زيارة بصفة الرئيس الكوري إلى مصر منذ ستة أشر عاما أن مصر مستر الحضارة القادمة ودولة مركزية في منطقة الشركة الأوسط وإفريقيا وتتمثل بميزة تاريخية تتمثل في تعايش بين الماد والحضر والمستقبل وميزة جغرافية تربية ثلاث قارات كما تحافظ بشبقة اتفاقيات تجارة الهرة وواسعة النداق ونسبة شباب المرتفعة من أدات السكان والمورد الضبيئية المتوافرة فاردتها إمكانات تنمية تعاونت مصر وكوريا في مختلف النواهي بما في ذلك الإكتسات وديبلوماسية وثقافية أكدنا أنا ورئيس المصري أن شراكة تعاونية شاملة بين البلدين قد جلبت منافية متبادلة لبلدين وإتفقنا أن لا تعزيز تعاون مستدام للمواجهة نقوى المستقبل